قال الرئيس التونسي قيسي سعيد إن بلاده ترفض ما أعلنه الاتحاد الأوروبي مؤخرا بشأن دعم لبلاده للميزانية ومكافحة الهجرة غير النظامية مؤكدا أن بلاده تقبل التعاون لكن لا تقبل المنة أو الصدقة على حد تعبيره أوضح بيان الرئاسة أن الرفض التونسي نابع من كون المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي وقعت عليها تونس يتضمن الاتفاق الموقع في يوليو مساعدات كبيرة لتونس تصل إلى مليار يورو لمساعدة اقتصادها المنهك وإنقاذ المالية العامة للدولة والتعامل بصرامة أكبر مع أزمة الهجرة ينضم إلينا من تونس دكتور خالد عبيد الأكاديمي والباحث السياسي أهلا بك معنا دكتور خالد يعني بالبداية من الذي يفسره رفض الرئيس قيس سعيد لهذه المساعدة واعتبرها كمن أو صدقة؟ هو أولا مساء الخير ثانيا هو أمر متوقع بالنسبة للرئيس قيس سعيد باعتبار أنه لم يتزحزح قيد ألمنا عن مواقفه المعلنة منذ ما قبل التوقيع على مذكرة التفاهم التي حدثت خلال شهر يوليو الفارق نحن ويجب أن لا ننسى أن هناك بعض التصريحات التي ذكرها رئيس قيس سعيد منذ أشهر وتتمثل في مسألتين أساسيتين وهي المسألة الأولى أن تونس لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون شرطي للبحر الأبيض المتوسط وتكون شرطي أوروبا في هذا البحر وثانيا أن تونس لا يمكن أن تكون أبدا مقرا أو موطنا ثانيا لهؤلاء المهاجرين غير النظاميين ومن هذا المنطلق يمكن أن نفهم هذا الموقف وموقف يوجهه خاصة إلى أوروبا بالنظر إلى أن أوروبا تريد من تونس أن تلعب هذا الدور فقط ولذلك أوروبا حتى عندما ذهبت إلى مسألة هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم مع تونس هي وفق هذه المذكرة رأينا الكثير من النقاط ومن ضمنها مسألة مقاومة الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية لكن اتضح مع مرور الوقت أن أوروبا هاجيس والوحيد والأوحد هي هذه المسألة بالذات ولذلك لاحظنا هناك تباطؤا في الإعانات والمساعدات التي ذكرتها تعطيها أوروبا إلى تونس وفي الأخير متى قررت أوروبا أن تعطي بعض هذا الفتاة عندما منذ أسبوعين تقريبا في يوم واحد وصل إلى جزيرة لامبادوز الإيطالية حوالي خمسة ألاف مهاجر غير نظامي تقريبا بثرف يومين أو ثلاثة عشرة ألاف فالمسألة هي معقدة للغاية تونس تريد من أوروبا أن تتعاون معها الند للند تريد أن يكون هناك تعاونا بين الطرفين وليس رغبة أوروبية دكتور خالد حتى قبل هذا الاتفاق الذي لم يكتمل في يوليو الماضي كان هناك أيضا مساعدات أوروبية بنهاية العام ماضي أيضا تختص بمكافحة الهجرة النظامية لماذا لم تعتبر أيضا مساعدات أو منها أو صدقة؟ يعني ما الذي يختلف الآن؟ هو الذي يختلف أن أوروبا ضغطت بكل ما لديها من قوة من أجل أن تونس تلعب هذا الدور من قبل لم يكن هناك مذكرة تفاهم من قبل لم يكن هناك الدور الإيطالي إيطاليا داخل المنتظم الأوروبي هي عراب هذا التوصل إلى هذا الاتفاق إيطاليا باعتبار أنها المتضرر الأكبر من موجات الهجر غير نظامية ارتأت ورأت أن تدفع بكل ما لديها من ثقل من أجل أن تتفاهم أوروبا مع تونس كمرحلة أولى ثم مع بلدان الحوث الجنوبي بالمتوسط وذلك من أجل محاولة التقليل بدرجة كبيرة من هذه الموجات لكن تبين الآن أن إيطاليا دورها ثانوي مقارنة مع مراكز الثقل والثقل القرار الأوروبي وتحديدا ألمانيا وفرنسا التي تتلكئين في مسألة التعامل مع تونس من هذه الناحية ولم تنظر بعين الرضاء إلى هذا التوجه الإيطالي نحو إقرار وذكرة التفاهم مع تونس ولحظنا حتى ذلك من خلال بعض الزيارتين لرئيسة الوزراء الإيطالي إلى تونس في شهر يونيو رأينا أن وزير الداخلية ألمانيا كما وزير داخلية فرنسا جاء إلى تونس وتقابل مع الرئيس خيسعيد يوم 20 يونيو جوان الفارض وكان الرئيس لأول مرة معهما واضحا أمام الملاء عندما ذكر بهذين الشرطين الشرطين الذين سبق أن ذكرتهم لكي يعني عدا هذين الشرطين دكتور خالد لا يمكن قبول أي تمويل من الاتحاد الأوروبي ليس كذلك عدا هذين الشرطين ليس مسألة تمويل مسألة أن يكون هناك تعاون الند للند يجب أن تنظر أوروبا إلى تونس على أساس أنها دولة قائمة الذات وليست محمية من محميات أوروبا هذا الذي أثار رئيس خيسعيد ويثير الكثير من التونسين ويرفضون مثل هذا التوجه نيو استعماري أو الاستعماري الجديد لأوروبا التي تعتبر نفسها دائما هي مركز القرار ومركز الكون في نهاية الأمر في هذه المنطقة لكن الأهم من كل ذلك أن هذا التباطئ الأوروبي سنتج عنها أيضا أن ما وعد به من حوالي مليار يورو لم تصل إلى تونس والظهر أنها لم تصل إلى تونس بالنظر إلى أن أوروبا تشترط أن يوافق صندوق النقد الدولي على منح القرض إلى تونس ونحن نعرف أن هذه المسألة متعثرة للغاية والأكثر أنه كان يكون هناك قرض من الصندوق النقد الدولي إلى تونس بالنظر إلى شروط الرئيس خيسعيد التي يعتبر شروط صندوق النقد الدولي مشحفة وغير ممكن تجسمها لأرض الواقع ولهذا المأزق الذي شعره برئيس خيسعيد جعله عندما رأى أن أوروبا ترتهن مسألة أعطاء المساعدات إلى تونس المساعدات الكبيرة نوع الماء إلى تونس بهذا المسألة صندوق النقد الدولي قرر أن يأخذ مثل هذا الموقف باعتبار أنه رأى أن أوروبا تريد أن تعطي الانتباع بأنها تحت تونس يعني عندما يرفض الرئيس خيسعيد ذلك كما تحدثت أن هناك عجز في الميزانية وتونس تحتاج إلى ميزانية مالية في حال لم يتم التفاهم ماذا بعد؟ ماذا بعد في حال لم يتم التفاهم والظاهر أن الرئيس خيسعيد الآن يلعب بالورقة كالآتي فإما أن لا يأخذ أي شيء من أوروبا وإما أن تضطر أوروبا إلى أن تعطيه ما يريده باعتبار أنه إذا ما رفض هذه المساعدات الزهيدة للغاية والغير مقبولة بالمرة فإن ذلك يعني أن تونس تصبح تتصرف في مسألة تدفق موجات المهاجين غير النظاميين على أساس وكأن هذه المسألة لا تعنيها وهنا ربما سيكون هناك ضغط أوروبي من أجل إيجاد حل هو يريد أن يلعب هذه الورقة لكن هذه الورقة مجازفة والكثير من المجازفة والأهم من كل ذلك أن أوروبا لا ندر هل هي مستعدة فعلا بأن تعين تونس ماليا من خروج من أزمتها المالية والاقتصادية المزمنة أم لا هذا هو السؤال الذي يطرح ومن هنا هو تصرف على أساس إن أرادت أن تعين فعلى أساس الند للند وإن أرادت أن لا تعين فسنتصرف معها بالند أشكرك الدكتور خالد عبيد الأكاديمي والباحث السياسي